مرحبا موضوعنا هو الذكاء العاطفي واسمحوا لي انه ناخد الذكاء العاطفي لمكان العمل ونحكي كيف ممكن الشخص الذكي عاطفيا يتعامل مع زملائه في مكان العمل واليوم زملاء العمل هم زيهم زي اي علاقات موجودة في حياتي الا انها ما في روابط دم هم اشخاص غرباء موجودين معي وانا عن بعض وقت طويل معهم فاذا ما كان عندي القدرة اني ابني علاقات سليمة في مكان العمل للأسف انا بخسر تتحول حياتي في العمل لجحيم بيأثر على انتجيتي بيأثر على نفسيتي وبالتالي بدخل بدوامات نحن في غنى عنها فعشان هيك بحاجة انه انتبه على علاقاتي مع زملاء العمل من اول اشياء اللي بعملها في علاقاتي مع زملاء العمل انه بفكر فيهم كأعضاء بفريقي هم ليسوا منافسين للي هم مش اشخاص بنفسوني على اي اشي هم اشخاص عم بيشتغلوا معي عم نفكر اليوم انه احنا في مكان العمل عنا هدف واحد وكلنا عم نسعى بهذا الهدف الواحد انه نحققه مش كلنا عنا نفس القدرات ولا نفس الذكاءات لكن بحط قدرتي وقدرته وقدرتها وذكاءنا منحطهم ومنستخدمهم من اجل المصلحة العامة من اجل تحقيق الهدف الواحد فالشخص الذكي عاطفيا بيعرف يلعب ضمن الفريق بيعرف انه لحاله ما بقدر يكمل داخل مكان العمل لكنه راح يكون بحاجة للاخرين كمان كيف ببني علاقات صحيحة داخل مكان العمل بتعمل مع المشكلة على طول في عندي مشكلة بيني وبين زميلي بروح بواجهه ما بحكي عن زميلي لزميل اخر عندي مشكلة مع زميل الف بروح عن زميل الف ما بحكي مع زميل با عن المشكلة اللي مع زميل الف وهي أساسيات العلاقات اللي إحنا اليوم لازم ننتبه لها فالذكاء عاطفياً بيعرف أنه ما بده يزيد الطين بله لكنه بده يحل المشكلة فبيروح بواجه والمواجهة اللي بيستعملها مواجهة سليمة مواجهة فيها روح البناء والحل وليس روح الهدم مواجهة فيها عتاب لكن عتاب بالمحبة والتقدير وليس عتاب بتقليل قيمة الطرف الآخر في تعامل مع المشكلة مع الزميل أو مع المدير ومع أي حدا داخل مكان العمل فيه استماع فاعل فيه تقبل للرأي الآخر اللي هو مخالف عني كمان بدي أدرب بعض ما يسمى بالمهارات الاجتماعية اللذيذة داخل مكان العمل أنا بسميها الكياسة الكياسة يعني القدرة على التعامل مع المواقف الاجتماعية المختلفة في مناسبة بقول كل عامو أنت بخير مناسبة جميلة ببارك في عندنا مناسبة محزنة بروح بعزي بروح بشجع دايما عندي لطيف المعشر بحكي الكلمات الحلوة بعرف كيف أستعمل الكلام بالطريقة المناسبة هاي هي اللي بسميها أنا الكياسة الاجتماعية اللي هي أساسية وبيدي أشتغل عليها في ناس موجودة عندهم بالطبيعة في ناس تلقائيين بطبيعتهم زي ما قلنا اجتماعيين وعندهم هذا الدكاء الاجتماعي بس أنا اليوم عم بحكي عن شيء خيار شخصي أنا لازم أقوم فيه ولازم أعمله تجاه الآخر أنا ما بقول لالا لاند أو المدينة الفاضلة أو كل شيء حلو منلعب سوى سوى زي ما منحكي مش عم بحكي بهذا الاتجاه لكن فعليا هي مهارات بدي أن تبهلها ولإني عارف أنه هدول الزملاء مهمين في مكان عملي لأنه مهمين لنجاحي بصير أشوف أنه نجاحي من نجاحهم ونجاحهم من نجاحي بصير أعمل كل ما يلزم من أجل إنجاحهم لأنه هم عم بيبدلوني نفس الشعور عم بيعملوا كل ما يلزم من أجل إنجاحي ليه؟ لأنه أخدت وقتي وأخدت قدرتي وإرادتي أنه أبني علاقات سريمة معهم داخل مكان العمل وهذا بينطبئ مش بس على الزملاء بنفس المستوى الإداري هذا بينطبئ على الناس اللي تحتين إداريا واللي فوقينا إداريا وبينطبئ على كل الشركاء اللي موجودين معنا في مكان العمل وبيتعاملوا معنا إما عن قريب أو عن بعيد